السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدينة آسفي تهتز على وقع جريمة قتل بشعة بسبب جلسة خمرية اهتزت مدينة آسفي على وقع فاجعة جريمة بشعة إسرى جلسة خمرية بين شخصين تطورت إلى جريمة قتل بالقرب من محطة للوقود بطريق سبسكزولا والسنادا إلى مصادر إعلامية محلية فقد كان الهالك الذي يبلغ من العمر قيد حياتي 30 سنة ويقطن بحي قرية الشمس في جلسة خمرية برفقة الجاني تطورت إلى شجار ورشق بالحجارة أصابت بعضها الهالك على مستوى الوجه فأردته قتيلا على الفور وإلى ذلك تمكنت عناصر الأمن بآسفي من اعتقال الجاني ووضعه تحت الحراسة النظرية وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر